السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شخص عنده مدرسة يدرس فيها الفقه وعصول الفقه ولعل مدرسته معروفة في البلد الذي يدرس فيه هذا الشخص قد تكلمته عن أحد طلابه ردته عليه قبل أكثر من سنة بل قد يصل إلى سنتين ونبهته منه ومن هذه المدرسة ومن هذا المنهج الذي ينتهجونه كان ذلك الرد عندما قال ذلك التلميذ أن جبل أحد هو صحابي أحياه الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فصار صحابيا ثم مات رحمة الله عليه الجبل أحد يعني فرددت عليه ونبهت من هذه المدرسة ومن ما فيها لكن بعض الناس يحسنون الظن لأن هذا الشخص لا يتكلم في مسائل العقائد فيحسنون الظن به فلما تكلم وبيّن ما عنده يعني تكلم هو بكلام وصل إلى درجة التكفير فأفاقوا قليلا يعني فتحوا أعينهم الحمد لله هذا من النعم أي يتميز أهل الحق عن أهل الباطل طبعا الحلقة التي نشرها كثير منها حشو وكلام لا قيمة له وسأرد على النقاط الأساسية التي تكلم فيها قد أقسم هذه الحلقة إلى قسمين وقد أجعلها قسما واحدة بحسب ما يتيسر إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم كثيرا طيب قبل أن أتكلم لابد أن أنبهها على مسألة هو يقول هنا ثم تزيد السفية من السفية يقول عجائب مما يمكن للإنسان أن يتقيع بعد سماعي تزرأتم على ذات الله تعالى بطريقة في بعض الكتب تجد العجائب أجائب أنه قد دخل فيه الكلام بعض السفهاء من المتقدمين بعض السفهاء من المتقدمين يصف أئمتنا وعلماءنا وأشار إلى الدارمي وقال عنه سفيه يعني في مقطع إنساء أعرضه لكم كاملا إن شاء الله كاملا وأرد على ما قال فيه لكن الغاية من ابتداء بهذا الكلام هو وصف علماءنا من السلف والمتقدمين بأنهم سفهاء هذه الصفة الأولى بها هو المتكلم بنفسه هو أولى بهذه الصفة ومن حقنا باعتبارنا ورثت هؤلاء العلماء كالدارمي وابن خزيمة وسحاق بن راهوي وحرب الكرماني وغيرهم من العلماء الذين هم يعتقدون المعتقد الذي نحن ورثناه عنهم وهم ورثوه عن الصحابة والتابعين من حقنا عندما يصفهم بالسفهاء أن نصفه بالسفيه وأن نتكلم عنه ونقول هذا السفيه هذا السفيه قال وهذا السفيه يرد عليه بكذا وكذا لكن أنا سأنا بنفسي عن حراك السب والشتم لأنه ليس من عادتي وإنما نرد عليه برد علمي ولن نقابل سبه بسب مثله طبعا كلمة سفيه هي وصف وهو وصف سيء وهو يستحقه لكن عندما يقال عن الشخص هذه الكلمة أو يوصف الشخص بهذا الوصف فهذه سبة وشتيمة سنتجنب هذا الأسلوب ونستخدم أسلوبنا العلمي في الرد عليه وعلى أمثاله استهل مولود السرير محاضرته بكلام يتكلم فيه عن العقيدة وكيف كانت كيف بدأ أمر العقيدة والإيمان وقد يكون البعض لا يفهم كلامه لأنه لا ينطق الحروف والكلمات نطقا صحيحا لكن على كل حال سأحاول أن أوضح ماذا قال ثم بعد ذلك أوضح الرد وأعاقب على كلامه وأول شيء يجب أن يبدأ به هو أن الله تعالى أمر المؤمنين على ما جاء به أنبياؤه من وحي منه سبحانه أن يؤمنوا أمر أن يؤمنوا بالله تعالى على الوجه الذي فصل في آياته المنزل فآمن الناس واعتقدوا هذا الذي أنظله الله تعالى أعتقدوا أنه الحق هو حاول أن يبدأ بكلامه ينصر به عقيدة الجهمية طبعا هو تكلم عن الجهمة بنصف وانسنة إلى كلامه فيه فحاول أن يستهل كلامه بكلام عام هكذا يريد أن ينصر به عقيدة الجهمية لكنه قال إن المؤمنين الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم هذا الرسول وأنزل إليهم هذه الآيات آمنوا بها يقول آمنوا بها هكذا يقول بآياته المنزل فآمن الناس واعتقدوا هذا الذي أنظله الله تعالى أعتقدوا أنه الحق يقول إنهم اعتقدوا بهذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنه هو الحق جميل إذن كان عندهم آيات أنزله الله سبحانه وتعالى وأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوا أنها هي الحق هل اعتقدوا أنها هي الحق دون فهم لها أم مع فهم لها إذا قلت دون فهم لها بالتالي هم لم يعتقدوا بها هم اعتقدوا بنصوص لا يفهمونها وهم لا يعتقدون محتوتها هذه النصوص فلو جاءك شخص وقال أنا أؤمن بالجنة وأعرف أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هناك جنة لكن أنا لا أعرف ما هي قد تكون هذه الجنة عبارة عن فواكه قد تكون هذه الجنة عبارة عن طبخة قد تكون هذه الجنة عبارة عن بيت قد تكون هذه الجنة عبارة عن لا شيء عبارة عن شعور كالحب والكره والبغض فأنا أؤمن بها لكن لا أعرف ما هي هل هذا يقال عنه أنه آمن بالجنة حقا؟ طبعا لا بالتالي عندما تقول أن هؤلاء اعتقدوا بهذه الآيات المنزلة بالتالي هم اعتقدوا بها على معنى إذا أقررت بأنهم اعتقدوا بهذه الآيات متضمنة لمعنى فعند ذلك نقول هذه الآيات هل اعتقدوا بها على معناها الظاهر على ظاهر ألفاظها وظاهر المعاني المستفادة من ألفاظها أم على معنى بعيد يتعلق بها الكلمة أو العبارة في اللغة لها معنى ظاهر ولها معنى خفي غير ظاهر على سبيل المثال الجنة ما معناها الظاهر في اللغة هي الحديقة الجنة التي يؤمن بها المسلمون هل هي حديقة من الحدائق؟ هل يؤمنون أنه يوجد حدائق؟ أم هم يقصدون بها شيئا آخر؟ عندما يتكلم المسلمون عن الجنة لا يتكلمون عن المعنى الظاهر للجنة في لغة العرب وإنما يتكلمون عن معنى آخر للجنة التي هي دار فسيحة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل فيها لحم وفيها طير وفيها ماء وفيها بيوت وفيها كل هذه الأمور التي نعتقدها في الجنة فنحن عندما آمنا بالجنة على معنى غير المعنى الظاهر جاء تفسير هذا المعنى في الكتاب وجاء تفسيره في السنة وجاء تفسيره على ألسنة علماء المسلمين قاطبة فإذا جاء شخص اليوم وقال نحن نؤمن بالجنة ولكن نقصد بها حديقة من الحدائق قد تكون هذه الحديقة التي بجانب بيتي أو ما شبه ذلك فهذا هو معنى الجنة التي نؤمن بها يقال له لا لأن هذا الذي قلت عنه وهو ظاهر النص هذا ليس هو المراد من النص إنما الجنة جاءت مفسرة ففسرت بالجنة التي ذكرت لكم صيفتها فإذا إذا جاءنا النص وآمنا به لا بد من أن نؤمن به على معنى من المعاني هذا المعنى قد يكون ظاهرا وقد يكون هو معنى مؤول هو ليس المعنى الظاهر لكن نحن نؤمن بالمعنى غير الظاهر عندما يأتينا مفسرا لكن إذا آمنا بمعنى غير المعنى الظاهر هذا سيأتينا مفسرا سيبين لنا أنه لم يرد ذلك المعنى الظاهر عندما اعتقد المسلمون بالآيات التي فيها صفات لله سبحانه وتعالى هل اعتقدوا بها على المعنى الظاهر أم على معنى غير المعنى الظاهر الأصل في الكلام أن تأخذه على معناه الظاهر لأنك إذا لم تفعل ذلك فلا يمكن أن تفهم أي كلمة من كلمات الناس فالأصل أن يؤخذ الكلام على معناه الظاهر وإن قلت إنهم آمنوا بها على غير معنىها الظاهر فإن تفسيرهم لها على غير هذا المعنى الظاهر وأين بيانهم أنهم آمنوا بها على غير المعنى الظاهر فالكلام الذي بدأت به محاضرتك كان ضدك ولم يكن معه فأقبل الناس بهذا الإيمان على الأعمال ونكفوا عن السؤال عما وراء هذه المعاني هو يقول هم أخذوا هذا الاعتقاد وأقبلوا على العمل وتركوا السؤال عن معاني هذه الآيات السؤال الآن هل هم تركوا السؤال عن معانيها لأنهم فهموها أم لأنهم جهلوها عندما كنا طلاب في المدرسة يقول الأستاذ بعد أن يشرح فقرة من فقرات الكتاب يقول هل عندكم سؤال فإذا لم يسأل أحد يقول إما أنكم فهمتم كل شيء أو أنكم لم تفهموا شيئا أبدا وهذه هي الحالة الطبيعية فالذي فهم كل شيء لا يحتاج إلى سؤال والذي لم يفهم شيئا ليسأل لأنه لا يفهم شيئا ولا يعرف كيف يسأل الصحابة عندما أقبلوا على الأعمال ولم يسألوا عن معاني هذه الآيات هل هم لم يسألوا عن معانيها لأنهم فهموها أم لأنها طلاسم وهم لا يستطيعون أساسا إدراك معانيها وفهمها وبالتالي لم يسألوا عنها فكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التبس عليهم معنى من المعاني يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه وكان التابعون إذا التبس عليهم معنى من المعاني يذهبون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونهم مجاهد بن جبر أحد المفسرين المعروفين المشهورين جدا من التابعين كان تلميذا لعدد من الصحابة إلا أنه كان لصيقا بابن عباس يقول أردت القرآن على ابن عباس رضي الله عنه ثلاث مرات أستوقفه عند كل آية أسأله عنها إذن هو سأله عن كل آية لو أن ابن عباس أجابه بكلام يخالف الذي يتبادر إلى الذهن من ظاهر هذه الآية لكان هذا حقيقا بأن ينقل عنه وأن يبين أن هذه الآية ليست على ظاهرها كقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن إلى آخر الآية هذه الآية لما أخذها الصحابة على ظاهرها وفهموا منها فهما يوافق ظاهر الألفاظ وكان هذا الفهم ليس هو الصواب وليس هو مراد الله سبحانه وتعالى بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا أريد به الشرك ولأجل هذا ولأجل أن فهم هذا الآية الفهم الصحيح يخالف ظاهر ألفاظها نقل لنا هذا الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثلة ذلك كثيرة فبالتالي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون القرآن على ظاهره فإذا كان للآية فهم يخالف ظاهرها كان هذا ينقل للأمة ولم تكن حالهم حاشاهم طبعا عن ذلك كحال السفهاء الذين يقرؤون الآيات لا يهتمون لفهم معانيها بل هم أولى الناس بفهم معاني هذه القرآن واختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أصحاب نبيه وينزلوا بين أيديهم هذا القرآن العظيم فلم يكونوا أبدا معرضين عنه ولا منشغلين عن التفكر فيه وفهم معانيه يا قوم اتبعوا المرسلين ثم يقول الآن هكذا كان المؤمنون من الزمان الأولى من أتبع أدام إبراهيم موسى وعيسى لجمع الحواريون وهكذا كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على رسوله يقول إن أتباع الأنبياء منذ عصر آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم من هذا كانوا على هذه الحال حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعاقبت العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا إلى النقطة التي الآن سيتكلموا عنها هذا الكلام طبعا عليه انتقاد لكن سأترك هذا الآن وقد يكون في الرد الذي في الحلقة التالية فخلوا المسألة في أذهانكم إن شاء الله سنرد عليها لأنها ترتبط بمقطع آخر من كلامه طيب وبعد ذلك ظهر ما أوجب على أهل الإيمان أن يدخلوا في دائرة وأنه بدأ السؤال عن حقيقة هذه فلما دخل الناس في هذا الأمر دخلوا إليه بمسالك مختلفة فمنهم من اعتقد التجريد في ذاته أي أنه لا يخضع للزمان ولا يخضع للمكان ولا تحله الحوادث هو يقول إن الناس يعني قد كانوا سالمين من الكلام في هذه النقاط حتى جاء زمان تكلم فيه أو سأل فيه الناس عن معاني هذه الآيات إذن كان السابقون من الصحابة والتابعين لا أرد أن أقول الكلمة التي يتضمنها معنى كلامهم أنهم كانوا لا يسألون عن هذه الآيات مع أنهم يمرون عليها ليلة نهر أو كانوا لا يفهمون إما أنهم لا يسألون أو أنهم لا يفهمون لكن جاء عصر سئل فيه عن معاني هذه الآيات فعندها يقول إن الناس انقسموا قسمين منهم من اعتقد التجريد يعني التنزيه ويقصد به تنزيه الجهمية وهؤلاء تمسكوا بما ورد من أن الله تعالى قبل أن يخلق الزمان والمكان كان ولم يكن في زمان ولا مكان يزعم أنهم تمسكوا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كان أيش بالله ولم يكن في زمان ولا مكان هذا ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم في أي حديث وهؤلاء تمسكوا بما ورد بما ورد يعني في نص في هذا من أن الله تعالى قبل أن يخلق الزمان والمكان كان ولم يكن في زمان ولا مكان هذا لم يرد هذا ما ورد لا يوجد حديث هكذا لكن نعم يوجد هذا الحديث كان الله لم يرد ولم يكن شيء معه هكذا الحديث فزعم أنهم هم تمسكوا بهذا الحديث والواقع إذا رجعت إلى طريقتهم وإلى كلامهم هم لم يتمسكوا بهذا الحديث هم وجدوا هذا الحديث حاولوا أن يؤيدوا به العقيدة التي استفادوها من فلسفة اليونان لأنهم استفادوا عقيدتهم من فلسفة اليونان من القواعدة الفلسفية اليونانية لم يستفيدوا عقيدتهم من هذا الحديث لأن الحديث أساساً كان الله لم يكن شيء معه طيب ما كان معه شيء ثم بعد ذلك خلق الأشياء خلق العرش واستواء على العرش بعد خلقه العرش طيب ستقول ما هو إذا كان بعد خلق العرش استوى على العرش إذن هو اكتسب صفة وإذا اكتسب صفة ستكون صفته حادثة وإذا كانت صفته حادثة سيكونه حادثا وبالتالي هذا يقتضي حدوث الله سبحانه وتعالى والله وغير حادثة طيب هذا الكلام كله استفادوه من الحديث ولا استفادوه من قواعد اليونان استفادوه من قواعد اليونان من فلسفة اليونان بالتالي هذا الحديث ليس إلا ذريعة لترويج إذا كنت لا تفهم هذا فتلك مصيبة وإن كنت تفهمه وتوهم الناس أنهم استفادوا عقيدتهم من هذا الحديث فهذه المصيبة أعظم لأنها يعني الجهل أهوا من الكذب طيب ثم يقول عارضهم البعض يعني يقصد أهل السنة والجماعة الذين سيسميهم الصفهاء والمجسمة وغير ذلك قالوا لهم نعم نعم أهل السنة قالوا لهم هذه النصوص أنزلت وهذه النصوص لها معاني أنتم تنفون المعاني عن هذه النصوص وطال النزاع طبعا يطول النزاع طيب الآن هلونا نطبق هذا الكلام الذي قاله على واقع الناس وننظر هل هو هذا الكلام هل هو كلام مقبول أم مرفوض في زماننا المعاصر تجد انتشرت ما تسمى يعني الكياتة الناس لم يعد يعجبها العقوبات ولا الحدود ولا شيء من هذه التي فيها قوة وفيها يعني عقاب وفيها شيء هذا كله لم يعد يعجب الناس وإنما يريدون دين كيوت بين قوسين فجاء جماعة من الناس اللي هم الشحرورية علي كيالي شحرور بحيري هؤلاء الذين تعرفون فجاءوا إلى نصوصي القرآن الكريم وحرفوا معاني بعض الآيات مثلا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما لا يريد أن تفصل كفه عن ساعده وإنما يقول اقطعوا أيديهما معنى مجازي يعني علموهم أن لا يسرقوا بأي طريقة من الطرق يعني منعوهم من السرقة فيأتي المسلمون ويقولون لهم أنتم أيها المنافقون حرفتم هذه الآية فيأتي واحد مثل مولود السرير هنا يقول لك لا هم ليسوا منافقين هم تمسكوا بقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم والرحيم لا يأمر بقطع الأيدي بالتالي هذه الآية ليس فيها قطع للأيدي وأنتم يا مساكين أخذتم بظاهر هذا اللفظ ولم تأخذوا بالمعنى المجازي المتعلق بيه هل هذا يقبل؟ ويقول أساسا هم لم يكنوا ليتكلموا في هذا الموضوع لو لا أنهم اضطروا الناس اليوم صاروا يتكلمون عن هذه المسائل فاضطروا هم إلى تأويل هذه النصص هؤلاء ترى أرادوا الحق وأرادوا الخير ولم يريدوا إلا اضطروا للكلاف هذه الأمور وهم أرادوا الدفاع عن الدين ضد الإلحاد وضد العلمانية والعلمانيون كانوا يسخرون من الدين لأن الدين فيه هذه الحدود فهم حرفوا الآيات لـ عفوا لم يحرفوها هم ما حرفوا النصوص ولا أنهم بدلوا دين الله سبحانه وتعالى ولا أنهم شذوا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هم تمسكوا بقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم كتب على نفسه الرحمة تمسكوا بهذه النصوص هذا الذي فعلوه هم ما حرفوا وما فعلوا إنما هم فسروا هذه النصوص بتفسيرات طروا إليها للدفاع عن الدين لأن العلمانيين والملحدين والنصارى والزنادق وكل هذه الفئات كانت تحارب الدين لأن الدين فيه حدود وفيه هذه الآيات فهم فسروها بتفسير يعني متمسكين طبعاً مولي أنهم أرادوا أن يسيروا مع الملاحدة ومع المنصرين وإنما يقول لك فسروها متمسكين بقول الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة فجاء طائفة من المتشددين من أهل الحديث عارضوهم وقالوا هذا غير مقبول وكفروهم ولم يرضوا بأن الله كتب على نفسه الرحمة بل خالفوا هذه الآية وأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الأوامر التي هي الحدود وتعزيرات فهذا هو الحال ثم تأتي طائفة مدجنة وتقول لك ترى هؤلاء أناس طيبون وكذا ومنهم علماء وعلي منصور كيالي عنده موسوع في تفسير القرآن الكريم هل منصور كيالي علامة مفسر وإن اختلفنا معه في بعض الجزئيات إلا أنه علامة مفسر ولا يجوز للإنسان أن يطعن به وهؤلاء الذين طعنوا به من معاصره إنما كانوا يحسدونه هذا حسد أقرام فقط وقد يبارغون لأنهم يحسدونه أو لأنهم لا يحسنون الظن به فيتكلمون عنه بهذه الطريقة إلا أنه علامة مفسر وكذا فلا يمكن أن يتكلم عنه بهذه الطريقة وله أتباع طبعا أي فكرة تصدر أي إنسان يدعي النبوة أي شيء سيكون له أتباع فقد يكون لعلي كيالي اليوم عندك مليون وخمسمائة ألف متابع لعلي منصور كيالي فهذا له أتباع ولو لم يكن على حق لما صار له أتباع فالله سبحانه وتعالى يعني لن يجعل له هذا الذكر الحسن عند طائفة كبيرة من الناس إلا وهو من أهل الحق فعند ذلك لا يقبل كلام أقرانه ومعاصره فيه وهؤلاء شحرور وإسلام بحير وكذا ما أرادوا إلا الدفاع عن الدين ضد الموجة الإلحادية الذين يتهمون الدين بهذه الاتهامات اليوم هذا الكلام لن يقبله أحد من العقلاء من أهل عصرنا لماذا لأنهم عايشوا هذه الأمور ويعرفون حقيقة هذا الحال ويقول أساسا هم لم يكنوا ليتكلموا في هذا الموضوع لولا أنهم اضطروا الناس اليوم صاروا يتكلمون عن هذه المسائل فاضطرهم إلى تأويل هذه النصص فنحن نقول له لا يقبل كلامك هذا هؤلاء زنادق خالفوا المسلمين حرفوا الآية لا يقبل مثل هذه التبريرات لا تقبلوا هذه التبريرات لهم وكذلك لما جاءت الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية علماء أهل الحديث حاربوها لماذا لأنهم فعلوا كما يفعل الشحرورية اليوم تماما لكنهم كانوا يتكلمون في صفات الله وهؤلاء يتكلمون في الأحكام الشرعية وكلاهما يفعل نفس الفعل أنه يحرف آيات الله سبحانه وتعالى وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يردون عليه ويصدون عدوانه على شرع الله سبحانه وتعالى ويبينون ضلاله ويدلون الناس على التمسك بدين الله سبحانه وتعالى هذا حالنا في هذا العصر وهذا حالهم في عصرهم فلا يمكن أن تساوي بين المتمسك بنصوص القرآن والسنة وبين المتمسك بفلسفة اليونان وهذا رد على الجزء الأول من كلام الأستاذ مولود السرير وسيكون الرد على باقي أجزاء كلامه في حلقات أخرى وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وله ولجميع المستمعين الهداية والرشاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أراك الذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه فبالجهل محضن يبتدي ويعيد